اهلا بكل مشاهدي on time sports في كل مكان كل سنة وحضراتكم بخير ويرب ان شاء الله السنة الجاية تكون احلى واجمل علينا كلنا باذن الله النهاردة حلقة جديدة طبعا من 60 دقيقة هنتكلم فيها عن اهم الاخبار على الساحة الرياضية وكمان هنتابع معاكم اهم الاخبار على social media ولكن هتبتدي معاكم باجندة النهاردة ونهاردة عندنا بقى الدوري الكبير الوحيد اللي شغال في العالم لحد دلوقتي وهو الدوري الالماني واللي فيه ست مباريات مهمة جدا وهي فريبرج مع فردر بيمان وبادربورن مع هوفنهايم بروسيا ومونشنجلاتبخ مع بار ليفر كوزن وفي صراع القمة هيخرج بروسيا دورتموند عشان يواجه في وفسبيرج اما المتصدر بارن ميونيخ فهيستقبل انتراكت فرانكفورت طبعا زي ما انتم عارفين ان الدوري الالماني بدأ الاسبوع اللي فات وهو الدوري الوحيد من الدوريات الكبيرة اللي بدأ باجراءات احترازية شديدة عشان يواجه فيروس كورونا وابرزها غياب الجمهور والتوباعد ما بين اللعيبة وكمان عدم الاحتفال الجماعلي بالاهداف وتعقيم كل انحاء الملعب بشكل مستمر ده اثناء المباريات وتعقيم كمان الكرات كل دي بقى مشاهد شفناها في الجولة الاولى واي عنصر من عناصر اللعبة بيخالف قواعد واجراءات الوقاية الاحترازية بيتم ايقافه واستبعاده من الاتحاد الالماني كمان كان فيه خبر مهم جدا بعد الجولة الاولى من الدوري الالماني هو وجود 14 اصابة عضلية ما بين لعيبة فرق البونز ديجا وده بسبب غياب اللعيبة عن المشاركة طبعا في المباريات من فترة طويلة جدا وده اللي اكيد هيأثر عليهم بشكل كبير وعلى مستوى المنافسة طبعا اصراع محتدم دلوقتي ما بين بوارن ميونيخ المتصدر برصيد 58 نقطة وصاحب المركز الثاني بروسيا دورتموند والعنده 54 نقطة وكمان فيه ثلاث فرق قريبين جدا من المنافسة وهم بروسيا وماشنجلاب باخل اللي عنده 52 نقطة ولايبزيج عنده 51 نقطة وبوارل لفيركوزن عنده 50 نقطة اكيد مباريات ممتعة في ظل ان ما فيش ولا دوري من الدوريات الكبيرة شغال دلوقتي واكيد بنتمنى لحضراتكم انكم تستمتعوا بالمباريات الخاصة بالبونز ديجا وانتوا قاعدين في البيت نروح بعد الوقت معاكم لفقرتنا الاولى زي ما احنا متعودين دايما الفقرة الاولى بتكون الاخبار الحصرية هنبتدي اخبارنا الحصرية من النادي الاهلي واستفسر السويسري ريني بايلر المدير الفني للنادي الاهلي من مسؤولين النادي عن مصير رمضان صبحي لعب الفريق المعارب من هيروسفيل تاون الانجليزي واتكلم المدير بالسويسري مع مسؤولين النادي الاهلي عن موقف اللاعب وليه بيعاد طبعا من اهم نجوم النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت لسيما ان الموسم اوشك على الانتهاء سواء تم استكماله او حتى الغاءه على خلفية طبعا جائحة كورونا وبيرغب دلوقتي بايلر ان هو يعرف مصير رمضان صبحي لان رحيل اللاعب هيأثر اكيد في مصير صفقات تانية بيرغب النادي الاهلي ان هو يعملها في الفترة دي بيرغب في بقاء رمضان صبحي مع الفريق وفي فترة سابقة برضو بلغ مسؤولين النادي الاهلي ان اللاعب هيرجع لاوروبا قبل ما تشهد طبعا الايام اللي فات التطور الجديد في الملف ده وابدى كمان رمضان صبحي مرون ان هو يفضل موجود في النادي الاهلي في حالة عدم تلقيه العروض من اندية كبيرة في اوروبا بتضيف لي على الصعيد الفني وده اللي انا عاش حضوظ النادي الاهلي في ضم اللاعب نهائيا خصوصا ان هيرسفيلت تاون قرر ان هو يخفض ثمن اللاعب من 9 مليون جنيه استرليني ل5 مليون جنيه وده بسبب تأثر طبعا اسعار اللاعبة في العالم كله بسبب ازمة الكورونا وده اللي معناه امكانية حسم الصفقة في الصيف اللي جاي وعرفنا هنا في 60 ديه ان استمرار رمضان الصبحي مع الفريق واحد من مطالب بايلر لتجديد عقده مع نادي الاهلي في الفترة اللي جاية كمان لسم كاملين اخبارنا الحصرية ولكن نروح لنادي الزمالك وبتتحرك ادارة نادي الزمالك بالشكوى الخاصة بملف نادي القرن بعد عيد الفترة المبارك بعد مكلف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرباعي احمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وهاني زادة واسماعيل يوسف واحمد مرتضى منصور طبعا اعضاء المجلس ادارة نادي الزمالك بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادي القرن والتي بتضمن طبعا او بتضمن اللوايح ونتائج وارقام الفريق في بطولات الاتحاد الافريقي وكمان الاستعانة بكل الخبراء القانونيين والرياضيين بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الاجانب وخبراء لوائح الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وده عشان يرفعوا دعوة قضائية في المحكمة الرياضية لاسترداد لقب نادي القرن من النادي الاهلي واللي حصل علي من الاتحاد الافريقي لكورة القدم من 20 سنة منح مرتضى منصور رباعي لجنة الزمالك شهر عشان يجمعوا كل الملفات ويرفعوا تقرير لي عشان يعدلوا قبل ما يتحرك به بشكل رسمي لتقديمه قضية طبعا بشأن حقية نادي الزمالك في الحصول على لقب نادي القرن الأفريقي بالإضافة للتواصل بشكل رسمي مع الاتحاد الأفريقي عشان الموضوع ده كمان بتدرس اللجنة الخماسية المؤقتة والمكلفة بإدارة اتحاد الكورة برئاسة عمر الجنيني وضع ليحة جديدة بتضمن التزام كل الأندية بتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة عناصر اللعبة من لعيبة ومن أجهزة فنية أكيد بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرب فتح الأندية ومراكز الشباب مرة تانية وعودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي بداية من نص يونيو اللي جاي وبينوي اتحاد الكورن هو يعمل قبات مالية مغلزة على الأندية اللي مش هتلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية واللي بيتم الاتفاق عليها طبعا أو هيتم الاتفاق عليها لما ترجع تاني الأندية للتدريبات وكمان في حالة عودة مباريات الدوري المصري ممتاز والتجديد على عدم التهاون في الموضوع ده عشان طبعا يضمنوا سلامة الجميع وكل اللي بيشتغلوا في البنظومة وضمان عدم العودة لنقطة الصفر في حالة حدوث أي مكروه قدر الله طبعا خلال تدريبات أو في المباريات الرسمية للفراء كمان بيرغب نادي ودي دجلة ان هو يتعاقد مع عمر السعيد مهاجم الفريل أول كرة القدم في نادي الزمالك خلال الموسم اللي جاي وبيواجه السعيد شبح الرحيل عن نادي الزمالك في الموسم اللي جاي بسبب عدم الاعتماد عليه وخروجه من حسابات الفرنسي باترس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك واللي بيعتمد بشكل كبير وشكل أساسي على مصطفى محمد وبيرغب ودي دجلة في استعادة السعيد خلال الموسم اللي جاي وبيضم الزمالك ما بين صفوفه حاليا مصطفى محمد وعمر السعيد بجانب طبعا الكنغولي كبانجو كسانجو لكن الإدارة حطة كل تركزها على تدعيم خط الهجوم بسبب عدم القناعة ببعض المهاجمين اللي موجودين دلوقتي ما بين صفوف نادي الزمالك وبيمتلك السعيد الكثير من العروض بعيدا طبعا عن دجلة لكن لم يحسن موقفه بشكل نهائي لحد دلوقتي فضل طبعا الانتظار للقرار النهائي من جانب إدارة نادي الزمالك سواء بالموافقة أو الرفض خاصة طبعا أنه بفضل أنه يستمر مع نادي الزمالك في الموسم اللي جاي ويحصل على فرصة في المشاركة كمان دخل مسؤولين نادي مصر المقصة في مفاوضات جدة للتعاقد مع هشام محمد نجم وسط نادي الأهلي السابق والاتحاد السكنداري الحالي عشان يدعموا خطوطه في الموسم الجديد وجيت طبعا مفاوضات الفريق الفيومي مع اللعب بناء على طلب من إيهاب جلال المدير الفني واللي بيرغب برضو في استعادة عدد من نجوم السابقين خاصة أنه شام محمد كان واحد من أفضل اللعيبة اللي كانوا معاه قبل طبعا الفترة دي وبيرغب مصر المقصة في استغلال رغبة الاتحاد السكنداري هو يتعاقد مع محمد دبش مدافع الفريق عشان يبرم صفقة تبادلية ما بين الطرفين في المركاتو الصيفي نطلع معاكم دلوقتي لفاصل سريع وبعد كده هنرجع ونكمل بقية فقراتنا في 60 دقيقة خليكم معنا رجعنا سريعا لسم كاملين معاكم فقراتنا في 60 دقيقة ودلوقتي هنروح معاكم نشوف لقاء مع واحد من المدربين اللي كان لهم صوالات وجوالات في الدورة المصري ممتاز وتولى مهمة تدريب عدد كبير من الأندية في مصر أبرزهم كان نادي سموحة والمصري بورسعيدي نجمنا النهاردة في 60 دقيقة هو كابتر ميمي عبد الرازق رئيس قصاع الناشئين في النادي المصري بورسعيدي في مدينة بورسعيد أكيد في رموز ورموز كبيرة منهم الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفن السابق لنادي سموحة ونادي المصري ومدير قطاع الناشئين بالنادي المصري ونحن في رمضان بقول لك كل سنة وانت طيب ورمضان كريم يا دكتور ميم الله أكرم كابتن محمد وأنا سعيد لنا معاكم كل سنة وانت طيب وكل سنة والشعب المصري كله بخير وكل الناس طيبين وربنا بإذن الله في الشعر الكريم دون يفك الأزمة اللي احنا فيها بإذن الله في رمضان زمان يعني كان أهم حاجة عندنا طبعا بعد الصلاة الظهر والعاصر كن الأم بنعمل الدورات الرمضانية اللي أفرزت لعيبة كتير يعني هي الكرة الشراب بتاعتنا بتاعت زمان الخماسي كان كل شعب برسعيد تتلقى في كل حوالي حي حنا عندنا مسكن عيمها تلات أحياء الشر والعرب والمناخ تلقى في كل حي في دورة الدورة دي هنتلقى فيها واقف حوالي خمس تلاف متفرج في الملعب اللي اسفلت والكورة ولها نهاية فكنا الحمد لله الفترة دي لغاية ما المدفع يضرب علينا بتاع الفطار والروح طبعا نفتر في بيوتنا وبعدين نصل وبعدين ننزل نلعب في دورة الرمضانية هنا في استاد بورسعيد مع الكابتل عدل الجزار رحمه الله فكانت دي الأيامنا بتبقى دي الأيام اللي فاتت دي الأيام وإحنا شباب وإحنا صغير دلوقت طبعا كنا نشغلنا بعملية التدريب بعد صلاة الترويح لما كنا بقى الدوري شغال والكلام ده كنا بلقوم بالتدريب في الوقت دوان في شهر الكريم ده كان معنا كنا بنلعب مباريات وكان عندنا مبارا في القاهرة وكان معنا الكابتل عود مرزوء المدير الإداري وكان الكابتل متحط فقوس المدير الفني وأنا مدرب عام وكان تملي كابتل متحط كان تملي الحتة دي الملوش دعوه بيها فالكابتل عود مرزوء كمدير إداري لا يرحمه كان عغاوي يفطر اللعيبة بالإكبار حتى وإحنا عدل على تربست الصفرة طبعا نحن المدربين طبعا بنفترش واللعيبة بترفض عملية الإفطار كان جماعي ففي لعيبة كانت طبعا بتارضوا بتفطر يعني مجموعة كبيرة يعني عشان برضو تقدم مباراة بالنسبة لهم فكان يجي عندي الكابتل عالي السعيد عالي السعيد ما كانش غوي يفطر خالص يعني بدعيله طبعا بالشفاء وربنا يكرمها رب فكان بيحطوله الشربة في فوقه فدي كان موقف كنا بنقعد ندحكوه بيشربها في فوقه وعلى السعيد طبعا نشرب الشربة من هناوان طبعا ومقية عامل اللي هو بيشرب وحطها في فوقه ومقية كبيرة من جنب التربزة من ناحية تانية وكلنا برضو افتكر في بطولة افريقيا كنت بلعب الهلال السوداني مع اسموحة في بدورة ابطالة دوري وكان في شهر الصيام هناك في السودان فكلنا بنشوف طبعا الشعب السوداني وعملية الفطار فكانت اغلبية اللعبة عشان المباراة تحس انها برضو ما بتاكلش بالنسبة لها الاكل اللي هو بتاحها بالزبط الداسم تعزك ان الفطار بنغير ريئنا وكلنا بننزل على المباراة على طول بالنسبة لنا يعني دي الاوقت اللي كنا بنقضيها يعني في رمضان كابتل متحد حكاة وكانت موقف كتيرة في مباراة الترسانة والمصري وكان الحكم نشأ التوفيق في المباراة وكان الكابتل مصعد نور الله يرحمه مدير وكنت انا وكابتل متحد فقوسة فكنت انا اخذ موقف حوالي ثلاث شهر اقاف في مباراة الاهل في كاس مصر اللي كنا طلعنا من كاس مصر في دوري 16 المرحوم اينو ووليد فتحي ففجئت برضو بالمباراة كابتل متحد طبعا قاعد كان فاضل لساعتين ولوقف يتفك يوم بالزبط اليوم الموتش ده فلنزل وقعد معايا انت اللي بتوجه اللعيبة والكلام ده بقى كابتل متحد طبعا عمل كده لفز للحكم فاي جا جاري فالكابتل متحد قال لي يعني الحكم جاي جاري الحكم عارف ان متحد فقوسة فكان بيخاف منه فمتحد قاعد جنبه مسعد نورة مسعد قال له هو بلاشنة هي فقس بلاشنة خاف مسعد نور اللي هو اللي اشتالها قال له بلاشنة هو عارف طريقته طبعا انا فقوسة بصلك كده الحكم جاي ما قال لي لا ميمة كده ليه تشتم الحكم الرجل محترم وماشي كويس واتكلم دلتلا اللي اشتمته قال له خرجت تاني يوم خد تلاث شهور كمان يعني انت والتات شو الاولين برضو كنوا منو برضو كنوا منو اه كان في مباراة الاهلي كانت مباراة جميلة والله يرحمه لحج سيد متولي فقوسة بعد حوالي ربع ساعة كان تقم التحكم من فكره محمد حافز وياحيا البربري ومحمود عثمان باللعب الاهلي مكاهرة اسكندرية منصورة ياحيا البربري كابتل المتحد اتفق معايا واحنا عادين قال لي بقولك احنا باللعب النادي الاهلي ربنا يستر بعد الربع ساعة كاننا جونان قال لي لا ده هتبقى بايا اليوم طويل جدا نحنا ممكن تبقى نشتلك تقيل اول ما قولك نسحب الفرقة نسحب الفرقة تقول اسحبها انت وقفنا على الخط يا داب كانت في عمل للعبه كده قمنا كلنا خرجنا جوه القوضة عادنا جوه القوضة طبعا كانت نتنسفر عادنا نتحك ونعمل والحاج سيد متولي يخبط علينا انزلوا الملعب انزلوا اخرجتوا لا احنا انسحبنا بقى خياتنين سفر دي جا تبقى تقيلة فوقسك انا فيه اتفاق يعني ما فيش مشكلة من حكم ولا حاجة اي حاجة واحكتوا كده من نفسكم وقعدت نين سفر بعد ربع ساعة قال لك اسحب الفرقة قمنا سحبين الفرقة ودخلنا جوه القوضة اللي طلع علينا عادنا نتحك سيد متولي يخبط علينا طبعا الوقت اللي انت تقعد في الانسحاب ربع ساعة احنا عادنا بتاع نصة ساعة يسترجوا فينا يسترجوا فينا نزلنا المتش تاني كان المرحوم سابت البطن الجون ولعبنا وبتاع طلعت منصور يومها جابوا الجونين اللي وجاب فيهم جون باكورد كان بلعب سنتر فيرويد اتعادلنا اتنين اتنين ولعبنا كسرطايم وقمنا لعبين دربات الجزاء وليد فتحي اخر كورة في المباراة سابت البطن اللي يرحمه كده بصله انا طبعا سابت البطن اللي يرحمه كان بص لحد يخاف منه وليد ده قد كده وليد دخل دربة الخمسة حطينا الجون كسبنا فرحنا قوي 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 جانا بورسعيد الناس هنا هو نشتلتنا واحنا داخلين من بورسعيد والكلام ده وبتاع اتحدوا كورة تاني يوم راحين بقى اللعب الزمالك في اسكندرية في دور التمانية من مصرنا كابتن الديب اللي يرحمه دخلنا ببوكيوارد وسبت فاكها وانفقوس الموضوع ده مش طبيعي قلت له جابولك سابت فاكها قلت له جابولك بوكيوارد قال له وانت قلت له جابولي سابت فاكها وبوكيوارد في الفندو قال لقى الموضوع مسهل تاني يوم راحين المباراة لقى اللي نديب بقولك فيه قرار مدحة فاقوسة ثلاث شهور وميمو عبد الرزق ستة شهور قلت له ليا انا عملت ايه هل هو كده تلاقنا المباراة اسكندرية طلقنا المدرجات بقنا قاعدين برا فمفيش حد يدير المستد بتقول لقى اللي كابتن مدحة أنا دير المباراة قال له لأ عوض مرزقه المدير الإداري وميموضوع فاقوسة وحنا عاديل في الاستاذة اسكندرية فاقوسة قل لي اندى على اينو قل لي اينو يرجع انا قل لي اينو يرجع طبعا اينو يسمع فلفل مدرج نندى على عوض مرزقه قل لي اينو يرجع طبعا مستمعين فعنا عنده بقى نقول يا اينو يرجع الجمهور بقى اللي ورنا بتاع الاستاذ اسكندرية يا اينو بيقول لك الكابتن المد حتيرجع في المدرجات كلها بسبب بقى هما اللي بيابي يلقنوا ايه التدريب فكانت مواقف حلوة يعني بصراحة ايام يعني يعني اجدع حاجة في حياة الانسان التعامل مع اللعيبة والتدريب تحس انه حاجة منك يعني بصراحة يعني هي يعني ازجاد من خمسة وتلاتين سنة التدريب دون هو حياة الواحد وحصل انا مواقف كتير جدا 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 يعني انا بقول للناس خليك في بيتك الفترة اللي جاية وبشكر الكيادة السياسية برقاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مش مجاملة ليه الراجل ده عمل حاجات كويسة جدا 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 واول مرة مصر يكون عندها دارة ازمات فانا بطلب من الناس اللي خليك في بيتك انا اول مرة انزل النهاردة لان القناة ده انا بعزها جدا وبعز كل الناس اللي عاملين فيها فطبعا من المدة انا اقعد في البيت ولا ده اقعد في البيت فطبعا بقول للناس خليك في بيتك عشان حياتنا ترجع تاني والكلمة دي انت اللي قبل كده عاوزين حياتنا ترجع وبعدين النهاردة منيج نبص يعني ما عدناش عارفين الايام من بعدها واحنا عادين فنستحمل شوية عشان نعد الموضوع ده عشان ما نفقدش اي حد عزيز علينا ان الموضوع الدوري بالنسبة له هو هيبدأه في واحد سبعة يتكل على الله ويبدأه واحد سبعة لو واحد سبعة حسب الظروف وانت دلوقتي بتشتغل في علم الغاب محدش عارف ايه اللي حصل بكرة يعني الوباء دوان محدش عارف ايه اللي يحصل فيه بكرة بس فهو طبعا انا يعني لو تأخر الدوري عن شهر ستة ماشي عملية الالغاء لان انت عارف مصبع الانتقالات برضو هيختلف مش هتعرف تأيد حد ولا الكلام ده ويبقى بقولك اتحاد الدولي قرر ان انتأيد في واحد سيبقى الانتقالات في الصيف والكلام ده وبتاع فيه لعبة لقى حق الانتقال زي احمد فتح دلوقتي ماشى بالنسبة له فانت فيه لعبة عندك لقى حق الانتقال خدت بالك برضو هيبقى ازاي الموضوع فهو يعني موضوع صعب انما انا مثلا لو الدوري بدأ يبدأ هو واحد سبعة وهيبقى مضغوط والكلام يحدد لبوت والنزول عسيس ما بيقص المسابقة ييجي السنة جاي يقولك ايه مجموعتين والكلام اللي انت عارف دوان هيبقى موضوع فاشل انا اتعاملت هنا مع الاساس سامير حلبية ماشي والسادة الاعضاء مجلس الادارة معاه كلهم بدون اساسنا احنا بس بنطلب اللي حصل اللي احنا الناس عاوزة تعمل قطع نشئين على مستوى عالي فيه عند لعبة موهبين فيه في سنة 2001 وسن برضو 2003 و2004 99 مجموعة قليلة جدا لان كانت المستوى بالنسبة لهم ضع منهم خدت بالك انت في النام فيه مجموعة مواهب كتيرة جدا 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 انا بقولك ارجو الاهتمام بيهم وارجو الناحنا عمل لهم برامج تدريبية على مستوى عالي في الرجاع على اساس انت عارف موضوع الناد المصري النهاردة لازم عملية اللي احنا نمد اللاعبة في عدم موضوع القيد ده لازم نمد برضو الناد المصري بلعبة تعرف تقدر تسد الاماكن بتاعة عدم القيد من الاتحاد الدولي وانا توقع ان الاتحاد الدولي برضو يعني هيفكرنا موضوع القيد دوان فانا عندي مجموعة كبيرة انما انا حتطلهم بإذن الله سيستم وبرامج انا جيت انت عارف يا كابتن غندر جيت في حوالها اربع شهور اللي فاتوا دولي اربع شهور اللي فات كان فيه اخطاء كتيرة فانا بحاول دلوقتي بالنسبة اقدم للمجلس حاجات وفية بالنسبة لي اللي انا اهتم بالمجموعة دي وخليهم على اعلى مستوى واتحاسب من اول فترة الاعداد واختيار المدربين المناسبين لهذه المرحلة على اساس نرجع زي زمان لعبة برسعيد وانا كنت سعيد جدا انا كنت متوقع تسألني السؤال ده بموضوع اللعبة الاجانب اللي هي يخف العدد بتاعها قرار صائب فترة النادل مصر في بطولة افريقيا تسعة وتسعين الفين الفين واحد من احسن فترات حياتي نحن وصلنا دول الاربعة مع الافريقي التونسي انهوا واخدنا البطولة العربية وحتى جبنا منها لعيب انت فكر اسمو على النونو اليمني على النونو اللي هو بتاع اليمن والكلام ده ومرنا لعيبة كتير يعني من احسن فترات كانت فيه لعيبة يعني فيهم لعيب الله يرحمه ويحسن إليه نجم النادي المصري والله يرحمه في الشهر الكريم دوا الكابتن اينو اينو العظيم يعني اينو حاجة حاجة جميلة جدا يعني كان اكبر مني سنا بس كنت بحبه وكان يحترمني احترم غير عقاتي بصراحة دي دي احسن فترات حياتي بصراحة في النادي المصري بصراحة قالولي نعمل لك صفحة احمد ابني ودكتور في الجانب ودير اعمالك ودير اعمالك بتتحركش من غيره لا زيز مخ مخ نضيف بيهديني بيخليني اهدى انت قلت على كلمة الصراحة فانا حتة الصراحة انا بتكلم فيها بتلقائية فالناس بتزعل مني يعني مرة فاحمد بيعمل كل حاجة بالنسبالي يعني بصراحة كشاب دكتور في الجامعة بيوجهني بياخد اراءة هو اللي بقى هو هو موضوع النت والسوشيال ميديا فبيعمل الصفحة فدلوقتي كمان ما انتش بسمحها لان هي ممكن برضو هي تتعبك في وقت وانت مدرب بتتعبك يعني النجد من كذا 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 فتتحول تعزل نفسك اللي انت مرتاح لان مهما كان موضوع السوشيال ميديا بيأثر على المدربين أثرك الآلة في التدريب محليا وعالميا محليا كابتن حسن شحادة عالميا كلوب أنا ليه 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 قصص كتير يعني بصراحة كنت بقى يعني كنت في يوم كنت عامل إنجاز في دورة الصداقة العربية في اسماعليا سنة تسعة وتمانين تسعين وعمل مركز وكسب كل الفرق مرباط العماني وبتاع فجئت رجاءة لات الحج سيد متولي بيعمل لإقالة من غرائية حاجة سألت للإقالة يعني والكلام ده قال لي لأ أنا جيبت إيه مدرب أجنبي كان الموضوع دوان وفيه قصة تانية يعني سعيد بها كان معنا مدرب هنا اسمه مولدفان مولدفان الروماني مولدفان الروماني كنا بالنقب الاتحاد في اسكندرية اتغلبنا أربعة حاجة سيد متولي اتصل بي قال لي مولدفان يروح من هناك الرجل لما رجع هنا كان أخذ شقة ساب البتجاز ولا أربعة أيام كانت العمارة هتولع من كتر ما هو شافش والكلام ده وبتاع يعني حتى كنا احنا بنقابل الناس طبعا باحترام غاد موصلتوا للطيارة يعني فيه مواقف الحمد لله والمواقف فيها الأكتر الأكتر أكتر مع كابت المتحة تفاقوسة مواقف غير عادية يعني أما كنا نكسب موتش ونقعد الناس مثلا يجي حد يقول له الناس كانت تجيلوا تبريك له والكلام ده كان هو تمليل اللي في جيبه ومش ليه تشرب ايه يقول له ايه نشرب ايه نشرب بيزا يعني ياخدوا بيزا والكلام ده وبتاع دكتور ميمي أكيد كنت سعيد بوجودي معاك ونحن في الشهر الفضيل بشكرك جدا ورمضان كريم عليك وعلى أسرتك وعلى كل الشعب المصر شكرا لي أنا أكرم كابت المحمد وأنا سعيد اللي أنا معاك لأنه أنت برضو محاور على مستوعالي جدا وبشكر طبعا القناة وبشكر كل اللي عاملين فيها وكل سنة أنتوا طيبين وربنا يعود علينا الآيام بخير بإذن الله مشاهدينا بكده انتهت حلقاتنا النهاردة في ستين دية كل سنة وحضراتكو طيبين عيد سعيد عليكم إن شاء الله موسيقى